مجد نوار في الجمهورية بيقول أيضاً الأمل مزال قائماً وبقول للأهل لعب أسوأ موراته على الإطلاق منذ مشاركاته في المنديال أو الدور المحلي ووضح بالفعل مدى الإرهاق والإعياء والتوتر على معظم لعبي بما فيه مش النوع حارس المرمى بيقول أعترف في النهاية أن الأهل سيء جداً ولكن مزال هناك أمل رغم الهزيمة في التآهل يجب أن لا يفقده كل عضو في الفريق المهم أن يفوس في مبارتي القط والهلال ده بعض المعالجات الصحفية وبعض الأراء النقدية على ما جرى في بيريتوريا الجميع وأنا أقول الجميع منهم كلنا بينتقد الحالة التي ظهر عليها اللاعبون خلاص؟ أهو أحد يفهمني اللاعبون ممكن تزعل مش منطقي بقى ماهونا لما أعمل حاجة فيها خيبة أمل للناس اللي كانت مع الشمى فيها لازم أستحمل غضبهم من خيبة الأمل هذه ولازم أننا يكون رضي مش أننا أزعل أوافكة صحتي بنفسي هنا الاختبار بتاع الآلي فوق الجميع بقى اللي يخص هنا واخد بالك اللي يخص أن أنت لو لعيب حاسس أن الآلي ده مسلك حاجة وإدالك فرص وحطك في مكانة ربما أنت ما كنتش تتخيلها لا مديا ولا أدبيا ولا فنيا يبقى أنت جزء من مسؤولتك أن تتحمل عندما تخيب آمال العشمانين فيك أنك تتحمل هذا النوع من النقد وتقولهم لا أنا ده ما كانش يومي أنا حوريكوا أن أنا حعوض بإذن الله النعمة اللي كانت بتتقال لما اتعادل الصفاقسي مع الأهلي أيام جوسيه واللي عيب قالت حطينا نفسنا في الموقف الصعب إحنا اللي حنح الله لو هو ده المشاعر اللعيبة حيجي لي أمل لو مشاعر اللعيبة إحباط وزعل لا يبقى مش حيجي لي أمل يبقى لازم تشوف حلول أخر لازم تشوف حلول أخر إذا كات اللعيبة هتزعل من هذا النوع من النقد أو الأجهزة الفنية أو إحنا يبقى يبقى مش طبيعي لأن الطبيعي إن دي هزيمة لازم الناس كلها تشاور عليها وتزعل منها وبيغضب صار وترفضها وترفضها أه أبطل منها أقفوا معي وأنا بعالج بتسعشان يقف معي وأنا بعالج لازم بقى معترف إن فيه تقصير معترف إن آه فيه ظروف وتفرضت عليها بس كان ممكن هل أتعامل أحسن من كده ولا لأ لازم يكون صريح مع نفسي يبقى النهاردة ما فيش مجال إن يتقالي أصلي فيه اللعيب اللي مش هيستحمل إنه يعترف بالتخصير ويوعد إنه يعني يعوضه لا يصلح للنادي الأهلي هل النوع ده موجود عندنا أتمنى إنه ميكونش موجود عندنا أتمنى إنه والأيام هتثبت مين اللي يقدر يكمل ويشيل مسؤولية زي مسؤولية النادي الأهلي ومين اللي إيه متصور ومصاحب فضل عن نادي الأهلي ما حدش صاحب فضل عن نادي خالص آه خالص صغيراً وخبيراً مه ما فيش حد صاحب فضل عن نادي الأهلي الأهلي فضلوا على كله ما كناش حد فينا هاتي الاسم الكبير اللي يعجبك هيقولك نفس الكلام صالح سليم التتش مين 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 اللي ما حسش إن النادي الأهلي صاحب فضل عليه زي حسين حجازي ما كان لوش مكان في النادي الأهلي مهما كان كان حصل لعيف في التاريخ وقتها واستمر للأهلي يحقق الألقاب يحقق الانصارات وينتصر المبادئ ويحقق المكسب بإيه؟ بوضع الأهلي فوق جميع مصالحنا مسؤولين لعيبة جماهير إعلام منتمين بشكل أو آخر للنادي الأهلي كلنا نحط مصلحة النادي الأهلي طبعا في النص زي ما بيتقال أستاذ نبيل الحلفوي فيه نص بيقفز بقى عليك وانت سيقل نية سيقل نية دي جزء منهم طبعك بحسابات معينة بحسابات مستقبلية عايزين يكونوا متوجدين بشكل أو آخر فيه جزء منهم ما بيحبوكش فيه جزء منهم فرصة متصورها إنه ينقض على الأهلي ويوقع عليك والتلاتة دول ما يهموناش في حاجة لأنه دول بره جماهيرنا التلاتة دول بره جماهيرنا وساعة الجد وأنا بقولك أهو جمعيتك العمومية هتفرز وجماهيرك بتفرز مين اللي وقف مع الأهلي في اللحظات الصعبة عشان يزاعدوا وياخد بإيدوا الأهلي مع القيمة جبل سلجية نازل بينحادر لا فيه حد بيمدلوا إيدوا شدوا